مساء الخير عن الجميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي في قناتي سومالابيولوجيست إن شاء الله تكونوا كامل ملاح وفي صحة جيدة إن شاء الله اليوم رح يكون فيديو جديد وبراماتر جديد اللي هو إن شاء الله لغلوكوز وقبل ما نبدأ إن شاء الله في الفيديو العملي ما تنساوش الصلاة والسلام على شفيع الأمة عليه صلواته ربي وسلام إذن لوكوفر كما رحكم تلاحظوا فيه بهذا الشكل الغية كثيف ستوندار طقم تحليل لغلوكوز في المصل البلازما السائل النخاعي الشوكي إذن كما رحكم تلاحظوا لوكوفر من الداخل يحتوي على أربع قرورات ذات نفس الحجم كل واحدة 125 ميلي لتر عدنا لوع ريفيرانس تمبراتور 2 آويد ديغري وأيضاً يكون مرفق بالإيطالان هاد الفلاكو الصغيرة فيها 3 ميلي لتر وأيضاً مرفق الفيش تيكنيك اللي نتابعوها إن شاء الله وتتعلمون شاء الله كيف يستخدموا لغلوكوز أو لغليسيمي عملياً إذن الأدوات المستخدمة عدنا أولاً الغي أكتف لغلوكوز عدنا للي ميكرو بيبات لديستيلي لتوب لزمبوب لإيجان وأيضاً سبكتروفوتوماتر من مندراي بي أكتروفين وأيضاً الباماري عى 37 ديغري لتسريح التفاعل إذن كيماراك متلاحذوا عدنا لفش تيكنيك أولاً ل varying تستaal ترجمة الابتعات التالية وهنا يا كامل لزنفرمسيو فرلاح ستابلتي أما البخلف مو كونسرفاسيو ستابلتي ديزي شانسيو نقدر نستخدم السيروم ولا البلازمة يبا غني لسانسيو ماهيش يموليزي يعني تقدر تقرأ كامل هذو لزنفرمسيو باش تفهمو أكثر نمر مباشرة البخوسيدور بالنسبة لهذا المعلومات راح نخدمو بهم الغيقلاج في الاباراي أو كيكون بالنسبة لدينا أباراي مانويل راح نديرو الرغيقلاج مانويل في الابارتي بخاتيك نختارو 3 تيوب كي ممولفين مينوت العنبوب الأول والثاني والثالث الأول نستخدمو فيه 10 من إشانتيان الثاني 10 إطالان الثالث 10 و 10 تيلي أولاً أولاً ميكرو بيبات ميل نأخذ 1 ميلي لتر نضعها في كل عنبوب اختبار بهذا الشكل ثم نضع 10 ميكرو لتر من ستوندار في تيوب مخصص للمعيار وأيضاً 10 من تيوب إشانتيان دو مالات في تيوب المخصص للعين ونقوم بالراج الخفيف وأيضاً 10 في التيوب المخصص للشاهد ثم نضع الأنابيب في الباماري مدة 10 دقائق على 37 ديقري والآن نمرو الجهاز المندغاي ونقوم أولاً بعمليات الغيقلاج نفوتو البرامتر دو بلوكوز كي ما راكم تلاحظو ونقوم باللافاج لافي بلون ديستيلي كالعد دو فا ثم نمر البلون دو ونعطيه يبصور بي الجهاز دو نعطيه دو نحن نحن دو نحن دو 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 ثم المر الكاليب غي لي هو ستاندار والفوت تيوب باشتبصر بلا اذا كمارك متلاحظو هناك يفرق في الكلو غاسيون بين اليتالو والبلان لان هاداك اضافنالو 10 من الستاندار نمرو الاشانتين ونفوت تيوب ليحتوي على عينة المريض حتى تبصر بها الطريقة والان رح ينتحصلوا لنتيجة نهائية لاغليسيمي ديو مالات اللي هي كمارك متلاحظو جرام 78 و الان مرون لفالور ده رفيرانس عدنا بنسبة لسيروم و البلازما للسير و لزيرين ده 24 ار للسير هو الليكي تيفالو رشيدين و في الاخير نتمنى تكونوا استفدتوا و الى الملتقى باذنه تعالى مع فيديوهات جديدة انتظروني سوما لابيولوجيست اشتركوا في القناة